يعد التصحر من الظواهر البيئية الخطيرة التي تهدد حياة المجتمعات الاقتصادية والمعيشية حيث تتحول الأراضي الزراعية والخصبة إلى أرض جرداء قاحلة وما يترتب على ذلك من تداعيات تمس حياة الإنسان واقتصاد البلاد ومن هنا اختارت الأمم المتحدة يوم السابع عشر من حزيران من كل عام للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف تشير الإحصائيات إلى أن نسبة التصحر في الأراضي المروية في العراق تبلغ 71% وتفقد البلاد نحو 100 ألف دونم سنوياً بسبب التصحر على الرغم من صرف أكثر من 13 مليار دولار لمواجهة التصحر دون تحسن ملحوظ وسط فشل حكومي مستمر في مواجهة أزمتي التصحر والجفاف فيما أكلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن التصحر يؤثر على نحو 40% من مساحة الأراضي الزراعية في العراق كما حول آلاف الدونمات إلى أرض جرداء قاحلة عضو جمعية الفلاحين العراقيين رياض الجبوري حذر من اختفاء الأراضي الزراعية في العراق خلال السنوات المقبلة إذا بقي الحال على ما هو عليه ولم تتخذ الحكومة أي إجراءات فاعلة بهذا الصدد حيث تصل نسبة الزحف الصحراوي سنوياً في العراق إلى 90% قياساً بمساحة البلد بحسب مدير عام مكافحة التصحر في وزارة الزراعة في العراق إيران كان لها الدور الأكبر في جفاف وتصحر أراضي العراق من خلال قطعها لكل الروافد التي تصب في العراق ما أدى إلى تصحر آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية ولم تقبل إيران بالاحتكام إلى القوانين الدولية خدمة لمصالحها في تدمير الاقتصاد العراقي واستمرار الحاجة للاستيراد منها وأكمل هذا الدور الميليشيات المدعومة من طهران من خلال تجريف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتحويلها لمشاريع تجارية خدمة لمصالحها العراق أصبح واحداً من أكثر خمسة بلدان في العالم عرضة لعواقب تغير المناخ بحسب الأمم المتحدة مع الجفاف وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والتصحر المتسارع وسط تجاهل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 مشكلة الجفاف وتدهور القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية رغم التقارير المثيرة للقلق من الأمم المتحدة وخبراء البيئة